بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداء يا سادة احنا مستمرين في تربية أولادنا محدش هيقولنا ان احنا في الظرف اللي احنا فيه ده ما نتوقف عن تربية أولادنا أولادنا مكملين مسيرتنا أولادنا مكملين الحفاظ على الأرض والعرض وعشان كده احنا نستمر في الكلام عن تربية أولادنا بس هنستمر في تربية أولادنا وإحنا وعيين لقضيتنا اللي قضيتنا هو الحفاظ على الأرض والعرض وعشان كده النهاردة بنتكلم عن عقبة كبيرة في بناء أولادنا وفي تربية أولادنا بنتكلم عن شيء بيهدم مش بيبني فيهم شيء ما يخلهمش يقدروا يتواصلوا مع الحياة لكن بيبقى زي النار في الهشيم نارف نفس عياننا ونارف قلوبهم نارف الحياة بتتصاعد وممكن تلتهم كل شيء وعلى فكرة اللي احنا فيه ده بيأكد اللي احنا بنقوله الجليس النهاردة واللي احنا بنتكلم عنه النهاردة وكمان المعنى اللي احنا بنربية أولادنا عليه النهاردة هو كراهية التمييز بلاش كراهية التمييز رفض التمييز وعدم الرضا بالتمييز ليه بنقول كده؟ التمييز ده يا سيدي كفيل ان يخلي ابنك لو هو عايش على التمييز كفيل ان هو يخليه كتلة من الصخر وكتلة من اللهم في نفس الوقت اوقات كتيرة بنغرس في اولادنا بذرة التمييز واحنا مش منتبهين لما بنشجع اولادنا على ان هم يعيشوا التمييز من باب ان هم يكونوا افضل من الناس انت لازم تكون الافضل لازم تبقى الاحسن لازم تبقى الاول ليه يبقى فلان افضل منك لازم تتمييز على غيرك واحنا مش شايفين ان احنا كده بنعمل ايه؟ بنشجعهم على التمييز فيه فرق كبير جدا جدا من بين التمييز والتمييز التمييز بيكون عن مجهود وبيكون عن استحقاق والتمييز ده بيشهد به الناس لكن التمييز انت بتشوف ان انت مستحق في اوقات كتيرة ان انت تحتقر الناس وتشوف ان انت من حقك ان انت تدوس على الناس فالتمييز ده بيحرق القلوب بالمقارنة دايما الاولاد يبقى عندهم احساس بان يشوفوا فلان بقى فين للوقت وانت لسه في مكانك فتشعل قلب الولد مش بس صغيرة لكن تشعلها حقد على الاخر شوفوا بنت عمك اتجوزت وانت لسه قعدة ولسه قعدانة ما اتجوزتيش فتشتعل النار الغيرة والكراهية في قلوبهم وبدل ما يعيشوا نعمة الحياة وكل يوم يحاولوا يستثمروا نعم ربنا عليهم يحاولوا ايه؟ يحاولوا يوقفوا التاني او يكسروه او يشويه صورته وبدل ما يحسنوا ويكونوا قيمة مضافة في الحياة يبقوا عبئة على الحياة ويبقى عينهم دايما تكون على اللي في ايد غيرهم واللي في ايد حواليهم اه صح ده في حد حاسس بالتمييز حاسس بالنقاء الجنسي وعينه على اللي في ايد غيره وعايز ترده من مكانه عشان هو حاسس بالتمييز حاسس انه هو المختار اللي مفيش حد ممكن يبقى احسن منه ويكون همهم دايما انهم يكونوا احسن من غيرهم لانهم شايفين نفسهم اقل طول الوقت من غيره ومهما كان عندهم من نعمة ما بيبقوش راضيين وما زال بعضنا للأسف في ربي التمييز في اولاده زي التمييز ما بين الاولاد والبنات مثلا فيكون ميزان القيمة عند الاتنين مش واحد ويبقى فيه طرف من حقه يستقوي على طرف اخر لكن شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء وشقائق الرجال حتى لو قد ده ان يكون التمييز ده بالعنف او التمييز ده بالطبقية الاجتماعية احنا عشان في طبقاء معينة ما ينفعش اولاد يتعاملوا ويتفعلوا ويعيشوا مع الطبق اللي أقل منهم فالأولاد يتربوا على فكرة الاستعلاء شايفين فكرة الاستعلاء بتعمل في الشعوب لما شعب يتربى على انه مستعلي ممكن يعمل ايه ممكن نسفك دماء حد بدم بارد ساعات الناس بتعمل كده في بعضها الحدث لازم يخلينا ننتبه لكل حاجة ننتبه الى ان فكرة الاستعلاء دي هي الفكرة المركزية اللي بتجمع كل اليمين المتطرف كل المتطرفين واليمين المتطرف في كل مكان العبحات بتقول ان بيكتمع على فكرة هي فكرة الاستعلاء لدرجة ان بعض المربين شوف بقى القافة بعض المربين بيرب اولادهم على فكرة التمييز حتى في الدين كونك انك بتعمل العبادة دي بيبقى انك انت احسن من غيرك فده يخلي اولادنا ينظروا دايما لاخوتهم واصدقائهم بنفسية انا خير منه فيه ناس جراء فيه ناس قاعدين في الحتة اللي جنبنا برضو شايفين انهم خير مننا ودم جيرانهم ما يساويش حاجة ودم اي حد ما يساويش حاجة مؤمنين بالنقاء الجنسي ممكن على فكرة بعض الناس بيؤمنوا بالنقاء الديني على فكرة فيشوف ان هو خير من اي حد اكتر شيء ممكن يحافظ على نفسية اولادك ويزود من احتمالية ندوجهم ورسخهم هو التربيه على مبدأ وحقيقة السواسية الناس كاسنان المشط زي ما قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل الاعرابيين على اعجميين ولا اعجميين على عربي الا بالتقوى فلابد في البداية ننبع اولادنا ان الحياة بنيت في الاساس على السواسية ان الكل سواسية كلكم لآدم زي ما حضرت النبي قال كلكم لآدم وآدم من تراب فحضرت النبي علمنا مركزية الحياة وهي السواسية لا فضل الاعرابيين على اعجميين ولا الاعجميين على العربي ولا لأبيض على اسود ولا لأسود على ابيض الا بالتقوى بالاخلاء بالقيم القيم اللي احنا بنتحصر عليها دلوقتي القيم اللي العالم كله بيغضر بيها انا حاسس ان القيم بتبكي الان انا حاسس ان الحضارة بتتهدم مرة واحدة عشان ايه عشان الناس قررت في لحظة كل الناس اللي ستضعوا دماغنا وكل الناس اللي عايشوا الناس في منظومة القيم العالمية وقيم الحداشر قيم الامم المتحدة اللي اعتبرها كل الناس كلها بتتحصر كلها قاعدة على جنب دلوقتي بتعيط بتعيط مش بس على وجودها بتعيط كمان على الناس اللي امنوا بيها فاتسفك دماغهم بدم بارد عشان كده علموا اولادكم ان الدين لا يطلب مننا تمييزا ولكن يطلب مننا عبودية احنا عبيد لله فانت لا تحيا متميزا بقدر ما تحيا عبدا فالعبرة انك انت كلما اسلامت وجهك لله ازددت عبودية وليس تمييزا على الخلق مهما كان المخلوق ده فلا بيتميز انسان بزكاء ولا بثقافة ولا اي شيء التمييز ما بيدلكش السلطة ان انت تمارس التمييز على الناس وفي فارق كبير جدا جدا ما بين التمييز والتفضيل والتمييز التفضيل بيكون بسبب بيكون بمعيار لذلك لما فضل الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيلا عظيما وكان فضل الله عليك عظيما نسمع دوة مع قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم فالافضلية كونه صلى الله عليه وآله وسلم خزانة الاخلاق الانسانية بعامة وعشان كده احنا لسه بنتعامل مع الناس باخلاق لسه متمسكين باخلاقنا ومتمسكين بحكمتنا ولذلك لعل ده اللي يجعل لعل ده اللي يجعلنا نفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى سيدنا جابر بن حيان فدق بابا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال صلى الله عليه وسلم من من يعني من ذا من بالباب فقال سيدنا جابر أنا فقال صلى الله عليه وسلم أنا أنا فسيدنا جابر بيقول كأنه كرهها فلعل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كرهها لأنها مليئة بالطينية بالطينية اللي موجودة في الإنسان الطينية إيه؟ الطينية اللي ممكن يستغلها إبليس فيخليه يعيش بي أنا خير منه وبعد كده ييجي بعد كده يتبرق من الإنسان فما كان لي عليكم من السلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتهم ليه استجابتهم فبقيته شبهي أنا خير منه ومن أكثر الأشياء شديدة الخطورة على الإنسان واللي وقعت في الجنس البشري اللي نفاه هذا الدين خطورة إفساد العلاقة بين العبد وربه وتحويل العلاقة بين العبد وربه من العبودية إلى التمييز ولذلك أكبر مثال ممكن نعلم به أولادنا إزاي أن التمييز نار ومثل الأمة اللي أعجبت بفكرة التمييز فقالت نحن أبناء الله وأحباؤه فعاست في الأرض فسادة فعملت إيه في الآخر خالص ليس علينا في الأميين سبيل وأن العلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى أمنوا بأن العلاقة بينهم وبين الله مبنية على التمييز وأن فكرة بناء العلاقة بين العبد وربه على التمييز فكرة إبليسية شيطانية ولذلك لما أرد إبليس أن يظهر لله أنه مخلوق مميز قال خلقتني من نار وخلقته من طين أراد أنه هو يكون العبد المميز فقال الله سبحانه وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم فأصبح رجيما لأن هذه الأرض ليس فيها تمييز هذه الأرض فيها كرامة والكرامة هبة من الله لا يستطيع أحد النواء ينزع عن أحد الكرامة دي لأنها منحة من الله ونعمة من الله لا ينزع أحد من أحد ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والمشهد اللي بنعيشه مشهد مصنوع بالتمييز بجدارة شخص يرى نفسه أهل للتمييز وله أن يفعل ما يشاء يتعدى على أناس ويقتلهم وكمان ما فيش منع يصفيهم لأنه مؤمن بفكرة النقاء الجنسي هو الجنس النقي بالمناسبة درمو ما كانش خطرته في فكرة النشور للثقاء كانت خطرته في الحقيقة في فكرة النقاء الجنسي وعشان كده هم بيؤمنوا في فكرة النقاء الجنسي المبنية على التمييز فالتمييز لا يجر إلا النار وكأن الشخص اللي بيؤمن بالتمييز جلس على جمرة تلاقيه دايماً بيدور على أي إنسان عشان يتميز عليه فإذا وجدوا مش بس بيعتديه ممكن يلتهمه وعشان كده حضرت النبي علمنا الناس كأثنان المشط دائماً بقول للناس إذا وجدت ناراً تحرق بسبب صراع فأصلها هو التمييز علموا أولادكم إن الخراب بييجي لما الإنسان يرى نفسه أنه الأميز لما يرى نفسه شخص شخص له الحق في التمييز على الناس ما فيش زيه فلما يكون بهذه الطريقة وما فيش زيه يفعل الشر ويراه مبرراً الله يكره التمييز ويكره صانعي الكراهية التي جرى إليها التمييز وكل الناس اللي بيعتدوا على عيالهم من أي جنس وأي دين وأي لون تعالوا نعلم أولادنا إن إحنا رفضين للتمييز لأنه شيء لا إنساني بكل مقاييسه شيء مليء بالأذى ومليء بالكراهية ومليء بالحمق أنت بتعتبر من حقك أنك تعمل اللي أنت عايزه بأي طريقة وفاكر إن زاكرة الإنسان لا تنسى إن هي بتنسى لكن زاكرة الإنسان لا تنسى لأن دي حقيقة فاكرين لأن الحياة مدرسة بنتعلم فيها عشان نتزك لازم نفهم ده ولازم نفهم إن الأحداث اللي حولينا ونفاهم أولادنا إن الأحداث اللي حولينا دي لأن إحنا في مدرسة الله هو المعلم ولذلك إحنا عبيدها عند هذا المعلم بيعلمنا الدروس كلها فما حدش لا يحبط ولا يخاف ولا يحس إنه دي نهاية العالم ولا يحس إن إحنا خلاص بننتهي ولا يحس إن الناس دول بيعملوا كده وإحنا أمتى هتيجي الكرة الثانية بلاش كل ده احنا في المدرسة بنتعلم من سيدنا سبحانه وتعالى بيعلمنا عشان نتزكى وعشان كده الإمام البخاري باب ماذا باب العلم قبل القول والعلم يبقى احنا بنتعلم الأحداث دي كلها لأن الحياة مدرسة بنتعلم فيها من مولانا سبحانه وتعالى عشان نترقى نعيش أفضل وعشان كده استفدنا من كل الأحداث في حالنا عشان كده بنعلم أولادنا تعالوا نشوف شوية إجراءات نعلم أولادنا أن المرابطة الحقيقية في الثبات في خمس حاجات وممكن يساودهم لسبعة أن عايس وابناء أولادك يكونوا مرابطين ويعيشوا رجالة لازم يعملوا تعلمهم سبع حاجات أول حاجة أنهم يكونوا ثبتين على القيم تاني حاجة مستمرين في العمل تالت حاجة يتعلموا في كل يوم رابع حاجة أنهم يستمروا كمان في العمل والاستمرار في البناء والتعمير والاستمرار هو اللي هيقيهم كل ده ويخليهم قائمين بما أقامهم الله فيه تعالوا نقول لكم شوية حاجات خلوا أولادكم سبتين خلوا أولادكم يتعلموا خلوا أولادكم يستمروا خلوا أولادكم كمان ما يشوفوش أن الحياة فيها سناري واحد لأن الله هو مالك هذه الحياة خلوا أولادكم كمان يؤمنوا بأن الله سبحانه وتعالى مدده لا ينتهي خلوا أولادكم من تزوروش النهاية لأن احنا أكيد الله سبحانه وتعالى جعل بدايات كديدة خلوا أولادكم يستمروا خلوا أولادكم ما يحسوش بأنهم جعنين للتمييز عشان ما يقزوشوا اللي حوليهم خلوا أولادكم يحسوا دايما أن التمييز بيكون بالجهد وأن التمييز ده فضل من الله فإذا كان حد بيتحمد فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه وجعلنا فينا قيم إضافية مش موجودة في غيرنا ودوات ما يخلناش نشعر بأننا الحق أن احنا يبقى لنا تمييز على الغير التمييز هيولد الكراهية رب أولادكم على أن هم محل نعمة الله فالمشكور هو الله وأن هم نعيش عشان نشكر نعمة ربنا ونستمتع بيها مش عشان نقز غنة بما أنعم الله علينا بيه يا رب جعلنا دايما من أهل المحبة ومن أهل الاستمرار ومن أهل إتقان العمل ومن أهل النظر دائما إلى مرضاتك يا رب نسألك لا تهلق قلوبنا وقلوب أولادنا بالكراهية اجعلنا يا رب نعبودك بالمحبة والعمل والاستمرار والسبات والإخلاص واجعلنا يا رب على الدوام لا نجعل لك طريقة لكي تجعل عليا الحياة بل نرضى ونستمر ونكون دائما أصحاب عمل بأمل لنشكر نعمة الرب الأجل يا رب جعلنا دائما هكذا جعلنا دائما المستبشرين بفضلك وبكرمك جعلنا سابتين على الحق لأننا نعلم أن الذي أنعم علينا لا يفلتنا ولا يضيعنا أكرمنا يا رب بالرشد على الدوام وبالحكمة واجعلنا دائما يا رب من أهل النور والبركة فاصل ونرجع تاني نتلقى أسئلتكم المبركة في هذا المجلس الذي ينظر الله إلينا كما ينظر إلى هذه المحروسة وأحرصها بعين الرعاية بشروا فإننا حل نظر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده والله مددنا وسندنا يا رب أكرمنا على الدوام بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم المبركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المبركة وتظل هذه الصفحة جسرا منيرا نتلقى به النور منكم ونظل في مجالس النور مجالس العلم ونحن في محل نظر مولانا سبحانه وتعالى وناخد أول سؤال من حضراتكم الأستاذ أحمد من الهليوية أستاذ أحمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جعل الله هذا العلم علمكم الوفير والعمل به في ميزان حسناتكم إن شاء الله وطحياتنا لحضراتكم عالم جليل الله يرضى عنكم السلام وفريق العمل المقرس دائما في عمله والنشاط نشاط دقوب ولكم منا جزيلا شكر على إدراحة مع حضراتكم أحمد عروج أرض الجنة غرب شكرا حضرتك نحن نوفر مبلغ من المال في شورة دهب لحت حساب الحج إن شاء الله نضع الله عز وجل أن يكتبه لكل مشتاء إن شاء الله نعم فملع عليه الحوج نعم طيب يا سيدي سيد أحمد ده وخليك معايا أستاذ أحمد بس انت لما وفرت المال ده المال ده توصل للنصاب ولا لسه لا تعدى النصاب محضرتك لو جل نصاب مش هيكفي نفقات الحج يبقى هو هو وصل للنصاب دلوقتي يعني أكتر من 85 جرام ده أكتر من 85 بدليل أنه الحج بيتخطى هذا طيب جات انت لسه ما جات لكش التأشير أنا على الله أنا مقدم بقى ودعواتنا جميعا مقدم إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله طيب أنا أجاوب على حداتك يا سيد زحم طيب أستاذ أحمد المال اللي أنت حضرتك وفرت به للحج ده إذا كان هذا المال لسفر الحج الحج الفريضة اللي أنت هتسافر لأول مرة وليس الحج الثاني أو الحج الثالث اللي هو حج الفريضة فهذا المال يكون جزء من الواجب عليك جزء من الواجب عليك بشرط إن المال ده اللي أنت بتضعه يبقى ده جزء من ما يجب عليك النفقة وإحنا عندنا نفقات دايما الواجبة بتخصب من الوعاء الزكوي يعني الأشياء الذي للأشياء الواجبة بتخصب من الوعاء الزكوي أما المال اللي أنت بتجعله للحج الثاني أو لحج النفر ما بيبقاش للفرض الذي عليك يبقى أنت كرجل اتدخل مالا لكي يشتري به شيئا للطهارة فبيخصب من الوعاء الزكوي لأنه من أجل فعل العبادة زي بالضبط الواحد لما يكون عنده دار أو يكون عنده بيت للقنية ده ما بيكونش من الوعاء الزكوي لكن لو كن المال ده أنا بتدخره ويطلع بالحج أو ما طلعش لا يعني لو اتيسر الحج أطلع لو ما تيسرش الحج أو أصرفه لو ده ارتفع لثمن الدهب هبيعه لا يبقى عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحور يبقى الأمر ده دقيق ورزيك أنا ذكرت لحضرتك بهذا التفصيل يا أستاذ أحمد نعم أستاذ سيد من الشرقية تفضل نعم أستاذ سيد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالص شكري وتفضيلي للدكتور والقائمين على هذا البرنامج الله يبارك في حضرتك تفضل يا أستاذ سيد السؤال إن شاء الله أنا عندي ستة أولاد يبدو يا أستاذ سيد أن حضرتك بتسمعني من التلفزيون ممكن حضرتك بس تنوط التلفزيون وتسمعني من التلفون لو تكرمت علي ماشي عندي ستة أولاد عندي عندي ستة أولاد ربنا يبارك فيهم تفضل آآ الحمد لله التلفزيون كبروا وتعلموا وتوظفوا نعم وعندي بيئة أربعة دوار للتلفزيون آآ التلفزيون بناجتة عشتهم وجوزتهم طيب آآ الزلجة توفت آآ تزودت بأخرى أنا جاء ربنا أزاج منها بولد آآ اشتريت منزل جنب المنزل اللي أنا وقاليته للزوجة وقاليته للزوجة للولد وللزوجة الأخرى فأنا عايز أكتب المنزل الآخر للتلفزيون بريطه دوريني اثنين دورنا جاعة في أنا والزوجة والدور العلوي الأول العلوي للطفل اللي هو ليست صغير بالعدادة هذا حرام أم حلال فأنت عايز تكتب البيت اللي هو الدوريني اللي هو البيت الجديد ده للزوجة للزوجة اللي أنت تزوجتها بعد رحيل الزوجة المباركة زوجتك اللي تروفيت أم ستة أولاد نعم فأنت عايز تكتب والزوجة التانية جابت مرصة الشرع من منزل والدها ساعدتني بيه في لقى البيت يعني هي ساعدتك في بناء البيت ده عاية التراف نساعدة من حجها الشرع في منزل والدها طي ساعدتني بيه في البيت وحكم الدين ايه في مرصة الشرع فحضرتك عايز تعطيها لأنه خاف من موضوع التخصيص ده فحضرتك عايز تعطيها ده مكافأة على أن هي وقفت جنبك وفي تأسيس هذا البيت وكمان عشان الولد الصغير اللي هو أنت عايز تكون حريص أن أنت توفر له مال إن شاء الله يجوز يا سيدي اللي أنت بتقوله ده تيجوز لأنه ده تنوع من أنواع التصرف في حال الحياة الشخص إذا كان كامل الأهلية ومش محجور عليه وكان يملك المال ملكا تاما له أن يتصرف في ماله كيفما يشاء طيب الحديث اللي هو ساوه بين أولادكم في العطية الحديث التفسير الصحيح لذلك اللي هو حديث النعمان بن بشير أنه كان للتفرقة بين النساء مش بين الأولاد وإحنا أصلا متفق عليه إذا كان في معنى من المعاني هو طبعا من الأفضل التسوية من الأولاد للمعنى الذي جاء في الحديث ليكونوا في البر سواء ولكن ده من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب وعليه إذا أنت تصرفت في مالك فعطيت لي زوجتك وعطيت لي ابنك هذا المال لن يكون حراما ويكون ده تصرف صحيح وليس باطلا ولك أن تفعل هذا ولا يكون ذلك في أي نوع من الواعدة لإسمه عليك وخاصة اتفاق العلماء أنه ولو في معنى من المعاني التي تميز ابن من الأبناء فيجوز أن أنت تفعل هذا بغير حتى كره أستاذ علي تفضل أستاذ علي تفضل يا أستاذ علي إزاي حضرتك عمل إيه فضله نعمة والله بس أسأل حضرتك بشكل سريع في القرآن الكريم آية بتقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم طيب عايز تفسير أقرد تفسير بعدي الآيات وكيف يمكن أن يكون في الوضع الأولاد أعداء حاضر أنا أقول لها حضرتك حاجة في بعض الأحيان اللي بيحصل في ظاهرة التدايون الكامل اللي احنا ربنا بتلقنا بيه التفسير مثل هذه الآيات إن يخلي الأزواج والأولاد ويحط معهم باقي الوسائل اللي ربنا بيكرمنا بيها المال وكل الكلام ده يحولوا إلى شيء خطر ويخليه شيء لابد إن هو يتخذوا عدوه الآية قالت من من هنا يعني هناك احتمالية إن ده يحصل وأنا بقول دايماً متى يتحول الأولاد والزوجات وكمان يتحول المال ويتحول كل المتاع اللي في الدنيا ده إلى أعداء لنا عند عدم الإدارة السليمة لهذه النعم لأن كل هذه الأشياء نعم فماذا تتحول إلى نقم بسوء التعامل معها بسوء التعامل معها بعدم شكرها يعني إيه عدم شكرها إني في الأول خالص لازم أهيئ هذه الأشياء لكي تكون عوناً لي ولهم في الحياة يعني أربي أولادي تربية وأونشئهم تنشئة حسنة وأحسن وأحسن عشرة زوجتي ساعتها إذا أحسنت عشرة الزوجة وأحسنت تربية الأولاد مش هيكونوا أبداً 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 عدو لكن هيكونوا عوني لي وهيكونوا كمان نعمة من نعم ربنا كمان أحمد ربنا عليها وأشكره فهذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية نعم مين معنا؟ أستاذ إسراء تتفضل أستاذ إسراء أهلاً وسلم عليكم أهلاً وسلم عليكم وسلم عركاته أهلاً حديك أنا كنت عايزة أسأل على الويرد اللي هو القرآني اللي هو مثلاً عاملين جروب على الواتساب وكل واحد من فرد من العيلة بياخد يقرأ للمتواصف طيب حديك عايزة تسألي متى جواز ده وقال ده يصل سوابه للمتوف ولا لا؟ بالضبط طيب أجاوب حضرتك فيه سؤال تاني أستاذ إسراء لأ وبرضه فيه سؤال تاني كنت عايزة أسأل عليه تفضلي هو فيه ظلم من الأب والأم فيه يعني فيه ظلم من الأب والأم فيه 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 في العطاية آه يعني بيميزوا بعض الأولاد على الأولاد الآخرين صح؟ آه بالضبط كده طب الأولاد اللي هم حصل لهم حصل عليهم التمييز دول بيبصوا في فلوس أبوهم وممهم ليه؟ لأ هم مش بيبصوا أما لهم زعلانين ليه؟ أما لهم زعلانين ليه؟ استاني بس أستاذ إسراء فهمي سؤالي بس شوي هو لو هم ما بيبصوش يبقى فين الظلم؟ ما هو الظلم أنه هو أنه هم حصلين للتفريقة أيه ما أنا بقوله هو هو التفريقة دي هي التفريقة دي ظلم؟ هي قاعدة طمعا عندك أولاد يا أستاذ إسراء؟ آه عندك حد فيهم شاي وتعبك وواحد تاني بكويس؟ والاتنين لتنين لطاف؟ الزاسين يعني زي بعض يعني كويس نفترض أن فيهم واحد شاي والتاني لطيف بيحبك وبيحن عليك وبيعملك كده هتعملي إيه؟ مش قلبك بيميل لي واحد منهم؟ قلبي هيميل آه كويس ده ظلم صح؟ ظلم مني ممكن آه لا أبدا أبدا خالص الإنسان جبل على حب الإيه؟ على حب الخير آه فليه إحنا بنعتبر الإنسان لما يعطي لحد لأنه الأحسن؟ ما نقول للأولاد إن هما يبقوا طيبين أحسن؟ بدا ما نقول للأولاد إن أنتوا كده مظلومين؟ ما نقول للأولاد إن أنتوا خليكم طيبين؟ إيه رأيك؟ مش اللي أحسن كده؟ يعني نقول للأولاد خليكم ما تبصوش على أموال أهلكم لأن أموال أهلكم هم لسه عايشين وعندنا تعبير لطيفة أولا هم لسه حسهم في الدنيا هو ينفع إن أنا أبص المال حد غيري؟ أبويا ده ماله غيري على فكرة يا جماعة التأسيس الغريب للناس إن أموال أبويا أموالي لأن إن شاء الله بعد ما يموت بعد عمره طويل هو في الغالب ما بيقول يعيش إحساسه إنه بعد ما عمره طويل هو طبعا عايز والده يموت بعد عمره أصير يعني أنا بستغرب جدا لما ييجي الولد يتكسب ويروح يشتغل فما يسهمش في البيت ويقول أنا عندي زمة مالية مستقلة ولما أبوه يتصرف في ماله ما يبقاش عنده زمة مالية مستقلة الأب عنده زمة مالية مستقلة يتصرف في ماله كيف ما شاء كونه هو لازم يكون حكيم ويعطي الأولاد كده عشان يقدر الأولاد ما يغرش صدر الأولاد آه بس الأولاد كمان زي ما بنقول للأباء خليكم حكماء في التعامل مع أولادكم لازم نقول للأبناء خليكم أطقياء في التعامل مع أبوكم وموكم وعشان كده أنا مش موافق على أن التفرقة في المال ما بين الأولاد ده معنى من معاني الظلم الأب حر لكن إذا كان واحد منهم عايز أموال زي التاني ما يحسن إلى أبيه آه أصل التاني بيأكل بعقله حلاوة ما تاكل أنت بعقله حلاوة يعني التاني ممكن يكون بيعمل الكلام ده براً بأبيه ولا براً بأمه أنت ليسا مثل بر ده أنه بيأكل بعقله حلاوة ده بيبر أبوه أمه الحاجات دي لازم نعيد تكرسها في أزهاننا يا جماعة ده مال أبويا وأمي وأنا مطالب بأن أنا أبر أبويا وأمي أصلا هو فرق ما بيني وبين أخويا ما جايز أنت فيك حاجة محتاجة التعدل لا والله أنا زي الفل نظرتك ومقارنتك وتركيزك في مال والدك يقول إن أنت من زي الفل بشكل واضح عشان بس إنه بقى إيه ما كانش فيه حد بعد رسول الله عليه وسلم أعدل من سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر ميز السيدة عائشة وأعطاه جزاز نخل ما أعطاش للسيدة أسماء ولا الغير فالمسألة مش كده خارس فأنا بقول لحضرتك يعني المسألة مش كده أستاذ أسماء مش كده أستاذ أسراء أم جانا تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك كثير فضل ونعمة الحمد لله بص حضرتك عني سريع تفضلي بص حضرتك أنا واضي متواصفي ووضيتي نعم واضي متواصفي ووضيتي نعم يا فندم أيا واضي خمس بنات وأخ خمس بنات وأخ يعني بعد والدتي إتوابتك كان فيه كده مبلغ لعملتها هادة بنكية بص بإسمها يعني كان فيه مبلغ بإسم والدتك أه فلما ما قبل ما تموت قاركينا الفلوس دي بتاعت أخوكم بتاعت أخوكم على أي أساس يعني يعني هي بتقول لكم لما أنا توفى إسمعيني طيب عقول لك بس يعني أعنت لكم لما أنا توفى يبقى الفلوس دي بتاعت أخوكم عايوة قالت كده فدي أصبحت ورث والذي دايما هي قالت بتاعته ويأنا وإخواتي أسحبا يعني إحنا كلين أنا بلنك كده المساكل بصبب الفلوس دي طيب حاضر ما أنا عشان عشان المشاكل المساكل دي بعض ولا فيس الإطلاح ولا في أي حاجة خالص ما عشان المشاكل ده أنا بسألك شوية أسئلة أستاذة مجانة أول حاجة الفلوس دي والدتك قالت كده إن أنا لما موت الفلوس دي بتاعت أخوكم عايوة وكلهم مقررين وكلهم هي عايزة كدتول كده الفلوس دي أسفا بتاعته طيب حال وما ماتت يعني كلهم يقولوا إن هي دي بتاعته وفي اللي يقول لك لا دي أصبحت ورث توعدين إن دي آخر مرة يا أستاذة مجانة توعدين إن دي آخر مرة تكرر الكلام مرة تانية أنا فهمتك واسمعتك مجانة اسمعيني فالفلوس دي والدتك قالت قبل الوفاء إن الفلوس دي بتاعت أخوكم كلكم مقررين بدا لا مقررين بدا يقول لك لا أبي الفلوس دي ورث لا 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 اسمعيني بس أنتوا مقررين يا أستاذة مجانة كلكم مقررين إن والدتكم قالت كده آه يقالت كده وقلنا جاوبيني على قد مجانة 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 جاوبيني على قد السؤال كلكم مقررين إن والدتكم قالت إن الفلوس دي تبقى بتاعت أخوكم بعد وفاتي صح كلكم مقررين أيها تماما آه كويس الخمس بنات مقررين بدا صح كده مش كلهم مقررين فيه بعضهم بيقول لك لا دي ولت وإحنا لازم ناخدهم من نعم يعني بعضهم بيقول إن والدتي ما قالتش كده ولا بعضهم بيقول إن والدتي قالت كده بسي برضو عيبقى مراس أخوة أخوة ده أصلا يعني ولا يستغل قد كده ولا أي حاجة والظروف معات عدنا خالص يا أستاذ أمو جانة يا أستاذ أمو جانة يعني خمس بنات وابن لو الخمس بنات مقررين بإن أمهم قالت إن الفلوس دي تكون لأخوكم بعد الوفاة يبقى ياخد بس التلت من هذه الفلوس لو كان كل دي الفلوس فنشوف الفلوس اللي هي قالت الفلوس دي هل بتساوي تلت التالكة فياخدها طيب لا ده أكتر يبقى ينفس في التلت بس طيب نفترض إن فيه من البنات حد بيقول لا أنا ما سمعتش أم بتقولي الكلام ده والكلام ده ما يلزمنيش تنفس في حق من قال هذا وتكون في التلت بس فيها تحتاجة لحساب هيبقى ده التلت في حق اللي قال إن والدتي قالت بس كده عشان بس المساءلة تبقى واضحة ودي مش محتاجة كل هذا الشجار هو دي هتتحول إلى وصية لإني التصرب في المال ده نسب إلى ما بعد الموت وكل ما كان على هذا الحال يتحول إلى وصية نعم أستاذ أحمد يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاطر الشيخ والله أنا عندي سؤالي السؤال الأول عندي مبلغ من المال في البنك في سورة وداية أو شهادات هل الزكاية يا فندم تحسب على العائد ولا عندي مبلغ كله جاية العائد السؤال يا أستاذ أحمد هل حضرتك نعم حضرتك دي الفلوس الوحيدة اللي عندك اللي بتصرف منها بالضبط طيب السؤال التاني السؤال التاني السؤال التاني يا فندم موالدتي عليها الخمسة لها توقيت هل أنا أحج عنها؟ أنا مقتدر وعلى هي حجة على هي حجة قبل كده؟ لا طيب هل هي كانت أدرة على الحج قبل وفاتها؟ بالضبط كانت أدرة يا خديد طيب خلاص أجاوب حضرتك على السؤالين يا أستاذ شكرا شكرا السؤال الأولاني حضرتك بتسأل الزكاية على الودائع أو على شهادات الاستثمار اللي أنا ما بصرف منها بصرف من عوائدها علي ومعنديش حاجة تاني غير العوائد دي فمنطلع عشر الريع عشرة في المية من الريع بنضرب مثال دايما لو عندنا بيجيب تجيب لي سبع تلاف جنيه يبقى طلع سبعمائة جنيه كل ما يجي لي الريع سواء بيجي لي كل شهر أو كل ثلاثة شهر أو كل ستة شهر هطلع عشرة في المية من الريع السؤال التاني نحج لو كنا قادرين عن والدتنا اللي كانت أدرة أدرة صحيا وأدرة ماذيا على الحج لأن الحج أصبع كان واجبا في حقه ويا لم تحج فيجوز خلاص فإذا كان الحج ده ثبت في زمتها فيجوز لنا أن نحج عنها وإن شاء الله يصل السواب وإن شاء الله وبهذا يكون قد وفينا هذا عنها إن شاء الله يا سادة النهار تتكلمنا في حلقتنا عن نار موقدة في قلوب ممكن نضعها في قلوب أولادنا ونسأل الله اللي هي لا تكون كذلك ويا نار التمييز تمييز اللي بيفتح باب الكراهية الكراهية اللي احنا شايفانا دلوقتي على الشاشات بتمارس من أناس عاشوا بالتمييز ده وكل العالم بيشوف التمييز ده وبيسكت عن هذا التمييز تمييز ما بين بشر وبشر ما فيش فرق بينهم ده إنسان وده إنسان مش من حق إنسان إنه يمارس التمييز على إنسان آخر أنا مش عارف الناس اللي سايبين المشهد ده وبيبرروا لنفسهم هذا المشهد هيربوا أولادهم إزاي فبقول للناس كلها في العالم وبقول طبعا لي نحنا وإحنا بنرب أولادنا ما تخلوش أولادكم يقعوا في هذا الفصام الإنساني إنه هو يعرف إن التمييز ده قاتل وإن التمييز ده حارق ثم يمارسه يمارسه ليه لإنه هو بقى في وضعية تسمح له بإنه هو يمارس هذا التمييز التمييز في الحقيقة ما بيقضيش على الشخص اللي بيقوم به فقط لكن بيقضي على كل المحيط اللي حواليه بيخلي القيم تنهار خلوا أولادكم دايما يعيشوا بالمحبة ويعيشوا بالسواسية ويعيشوا إنهم بشر زي كل البشر الفرق اللي بينهم هو حسن الأخلاق إن أكرمكم عند الله أتقاكم كده هتضمنوا أن أولادكم يكونوا أصحاء نفسيين أنا عارف إن في حالة كده من حالات الجنان الإنساني عدم الصحة النفسية الإنسانية حاجة من أبشع ما رأيت من انهيار كل منظومات الأخلاق اللي أنا شايفها لكن احنا نفضل سبتين عشان أولادنا كمان يطلعوا أصحاء ويتمسكوا بهذه الأخلاق ويعيشوا عبيد لله سبحانه وتعالى ما يتزلوش لحد ولا يزلوا حد لأن الله سبحانه وتعالى كرمنا ونفضل متمسكين بهذا التكريم ونحافظ على كرامة الإنسان أيا كان هذا الإنسان يا رب يا رحمن اجعلنا دائما نحافظ على كرامة الإنسان واجعلنا كرماء ثابتين على الحق لا نتغير ولا نتبدل ونورث هذا لأولادنا لكي يكونوا رجالا في كل حال يقفون وقفة الرجال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بالثبات على الحق وبالأخلاق الحسنة في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة